السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثويا مثواكم اللهم آمين فنحن في ليلة السبت ليلة الثالث عشر من شهر ذي القعدة المحرم سنة ثمان وثلاثين واربعمائة بعد الألف الموافق ليلة الخامس من شهر الثامن سنة سبع عشر وألفين من الميلاد ووصلنا إلى الآية ثالثة والخمسين بعد المائتين من سورة البقرة وهي المعروفة بآية الكرسي وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى وكلام الله تبارك وتعالى يتفاضل من حيث الدلالة لا من حيث المتكلم فالمتكلم هو الله واحد سبحانه وتعالى ولكن من حيث دلالات الآيات فإنها تتفاضل ولذلك صارت سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا وقد جاء في الحديث حديث أبي بن كعب أبي المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه سأله قال له يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم فقال الله ورسوله أعلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ونو وفي روايا قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر يعني هنيئا لك هذا العلم ولا شك أنه علم إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا مفاجئا ولم يقل أعطني فرصة حتى أنظر في كتاب الله فهو أكثر من ستة آلاف آية ما قال أعطني فرصة حتى أنظر في كتاب الله وأتدبر الآيات من جديد حتى أنظر أي هذه الآيات أعظم ولا فكر طويلا وإنما مباشر ذكر هذا وذلك لتدبره لكتاب الله تبارك وتعوي ذلك كان من أحرص الناس على كتاب الله جل وعلا وجاء في الحديث أقرأكم أبي وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فقالوا يا رسول الله أنسخت هذه الآية أم أنسيتها لم يقرأ آية من كتاب الله تبارك وتقال ما نسخت ولا أنسيتها قالوا يا رسول الله إنك لم تقرأها فقال أفيكم أبي فقال نعم يا رسول الله قال أحقا ما يقولون قال نعم يا رسول الله فأبي بن كعب رضي الله عنه كان من المهتمين كثيرا بكتاب الله تبارك وتع حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه الآية أو هذه السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة فقال أبي للنبي صلى الله عليه وسلم أو سمان الله يعني أمرك أن تقرأ عليه وذكر لك اسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فبكى رضي الله عنه وأرضاه شرف عظيم أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة هذا أبي بن كعب رضي الله عنه ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أي آية من كتاب الله معك أعظم لم يذهب إلى آيات الأحكام ولا إلى آيات القصص ولا إلى الآداب بل ولا إلى آيات الجنة والنار وإنما ذهب إلى آية التوحيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم والعلم إنما يشرف بشرف المعلوم فلما كانت هذه الآية تتكلم عن المعلوم وهو الله سبحانه وتع عظمت هذه الآية وسورة الفاتحة عظمت وقدمت على سائر آيات على سائر سور القرآن الكريم لأنها أيضا تتكلم عن الله جل وعلا سورة الإخلاص تعدل ثلثة القرآن لأنها تتكلم عن الله جل وعلا وهكذا إنما تعظم السورة عندما تتكلم عن الله جل وعلا وهذه الآية آية الكرسي كما قلنا هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا جاء في فضلها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ذكرنا قبل وهو حديث أبي بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة حارسا على أموال الصدقة في قصة طويلة أنه جاء رجل يسرق من هذا المال فأمسك به أبو هريرة فشكى له حاجة وعيالا فتركه فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة وكان قد أوحي إليه بهذا الخبر أن الرجل جاء ليسرق فمنعه أبو هريرة أو أمسك به أبو هريرة فقال ما صنعت مع أسيرك البارحة قال يا رسول الله ذكر أن له حاجة وعيالا فتركته قال إنه سيعود يقول فانتظرته فعاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ولا ينطق عنه الهوى فأمسك به أبو هريرة فقال ألم تقل إنك لن تعود فذكر له حاجة وعيالا فأشفق عليه مرة ثارية وأطلقه فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع أسيرك البارحة قال يا رسول الشكالي حاجة وعيالا فأطلقته قال أما إنه سيعود فعاد الثالثة فأمسك به أبو هريرة قال والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو تدعني وأعلمك آية من كتاب الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تنام فقرأها فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح فقال وما هي قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقرأ عليه آية الكرسي فتركه أبو هريرة فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع أسيرك البارحة فقال يا رسول الله قال لي كيت وكيت قال صدقك وهو كذب أتدري من أسيرك هذا قلت الله ورسوله قال إنه شيطان شيطان من الشياطين ولكنه صدق لما قال لك هذا الكلام أن هذه الآية فعلا إذا قرأتها قبل أن تنام لا يقربك شيطان لذا لا ينبغي للمسلم أن يقصر في هذا وعلى كل واحد مننا أن يحرص على قراءة هذه الآية كل ليلة قبل أن ينام فهي سنة وكذا ثبت من حديثه أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان أيضا على المال جعله للمسلم على بعض الصدقات فجاء لص ليسرق فأمسك بها أبي بن كعب قال ما أنت إنسي أم جني قال جني قال أعطني يدك فمد يده فإذا يده يد كلب فقال أهكذا لا تخافون حين توس ها هنا قال أهكذا خلقكم ثم قال ما حملك على هذا إلى أن تسرق من هذا قال بلغنا أنك كثير الإنفاق فجئنا نأخذ من نفقتك الطيبة ثم قال له إني أعلمك آية من كتاب الله تبارك وتعالى إذا قرأتها من الصباح لا يقربك شيطان حتى تمسي وإذا قرأتها من المساء لا يقربك حتى تصبح الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق الخبيث أيضا شيطان جني فإذا هي من أذكار الصباح وهي من أذكار المساء وهي من أذكار النوم وجاء أيضا في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلى لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت مجرد أن يمنعه من دخول الجنة إذا قرأ هذه الآية دبر كل صلى وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وعلى كل حال هذه الآية بالاتفاق أهل العلم أنها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى وعظمة هذه الآية بموضوعاتها فبدأها الله تبارك وتعالى بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يقول أهل العلم تحتوي هذه الآية على عشر جمل كل جملة تصلح أن تكون خبراً لمبتدأ والمبتدأ هو الله ثم عشر جمل كلها خبر لهذا المبتدأ فتقول الله ثم الخبر لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا تأخذه سنة ولا نوم الله له ما في السماوات وما في الأرض الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله وسع كرسيه السماوات والأرض الله ولا يؤوده حفظهما الله وهو العلي العظيم تصلح أن تكون مبتدأً وهذه كلها أخبار عن الله تبارك وتعالى مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر فالكلام كله عن الله جل وعلا ولذا عظمت هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله اسم علم على الله جل وعلا على الرب تبارك وتعالى وهو أخص أسمائه به الذي قال الله تبارك وتعالى عنه رب السماوات والأرض وما بينهما هل تعلم له سمية ليس له سمي لم يتسمى أحد بالله اسم الله خاص بالله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينه فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية ليس له سمي سبحانه وتعالى والله أي المألوه يعني المعبود حبا وخوفا ورجاء لا إله إلا هو أي لا إله غيره سبحانه وتعالى يعني لا إله بحق غيره والآلهة الأخرى التي يدعون أنها آلهة كذبا وزورا ليست آلهة على الحقيقة وإن سموها آلهة كما قال الله تبارك وتعالى إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة وقال الكفار أجعل الآلهة إلها واحدة وكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام للمسجونين معه أنتم سميتموها يعني هذه الآلهة أرباب من دون الله تبارك أنتم سميتموها وآباكم ما أنزل الله بها من السلطان فالناس سمتها آلهة وهي ليست آلهة فالإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة وكل ما سمي إله من دون الله تبارك وتعالى سمي زورا وباطلا ولذا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وكل ما عبد من دون الله من حجر أو صنم أو بشر أو ملك أو غير ذلك فعبادته باطلة ولذا قال الله تبارك وتعالى لعيسى أو يقول الله تبارك وتعالى لعيسى عسى والسلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الحي القيوم الحي عرفت الحي أي صاحب الحياة الكاملة الحياة الحقيقية لأن كل من كان دون الله تبارك وتف حياته غير حقيقية غير صحيحة لأن حياة يسبقها عدم كلنا كنا عدما ثم خلقنا ونحن إلى زوال سنموت حياتنا منغصة يصيبنا المرض يصيبنا الهم يصيبنا الكذر يصيبنا الفقر يصيبنا الحاجة بل أحيانا بعض الناس يتمنى أن لو مات وتصيبنا الغفلة ويصيبنا النوم حياة غير كاملة أما حياة الله تبارك وتعالى وهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء حي بلا أولية ولا نهاية وهذه يصف ثابتة لله تبارك وتعالى هو الأول لم يسبق حياته عدم أبدا سبحانه وتعالى ولا يلحقه زوال وحياته كاملة ولذا قال بعدها لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى الحي وكل من عدى الله ليس بحي ولذا الله تبارك وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يبوت فكل من يموت لا يستحق أن يتوكل عليه وكل عاجز لا يستحق أن يتوكل عليه وإنما نتوكل على الحي القادر سبحانه وتعالى القيوم القيوم صغة مفاعلة من القائم القائم بنفسه القائم على غيره المحتاج إليه غيره هو لا يحتاج إلى أحد وكل أحد يحتاج إليه سبحانه وتعالى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون لأنه قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى وهو أيضا مقيم لغيره كل أحد يحتاج إليه كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى فالقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره بل لا يقوم غيره إلا به سبحانه وتعالى الله يعرفنا بنفسه من هو كأننا نقول له من أنت فيقول أنا هذا فيبدأ يعرف بنفسه سبحانه وتعالى ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم السنة النعاس الغفوة هذه السنة وهي تأتي عادة قبل النوم إنسان يبدأ ينع السنة ثم ينام هذه السنة حنا نقول ينود بدأ ينود يعني ها بدأ يطيح رأسه يبي ينام طيب هذه السنة التي تكون قبل النوم الله تبارك يقول لا تأخذه سنة ولا نوم قال يقول قال طيب قال لا تأخذه سنة يقينا إذا الذي لا تأخذه سنة لا تأخذه لا في ناس نومهم مخباتهم صح ولا لا ينام بدون سنة تعرفون أحد ينام بدون سنة ولا ما تعرفون أنا عرف واحد يقول بنام نام صحيح يقول لبنام نام على طول ومرات يعني ترى أنا منبالغ صنج ترى يقول بقعد بعد ربع ساعة يقعد ففي ناس نوم مخباته ينام على طول مباشرة بدون سنة فالقصد ان السنة نفاها عن نفسه قال لا تأخذه سنة ثم قد يخطر في قل في ذهن أحد إيه لا ما تأخذه لكن ينام مباشرة لا ولا نوم فنفى السنة عنه ونفى النوم وهذا أيضا من الترقي كما يقول نفى الأضعف ثم جاء ونفى الأقوى نفى السنة ولماذا ينفى السنة عنه لو لا يمكن أن ينام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصطة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما ينتهي إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى فالله لا ينام سبحانه وتعالى كيف ينام وهو يدير الخلق تدعوه الآن يسمعك تدعوه بعد ساعة يسمعك بعد ساعتين يسمعك 24 ساعة يسمعك جل وعلا كل يوم هو في شأن فلا ينام سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض له يقول إذا قدم المعمول فدل على التخصيص والحصر له وحده ما في السماوات وما في الأرض له وحده سبحانه وتعالى له ما في السماوات وملكه سبحانه وتعالى وقال ولم يقل من في السماوات ليشمل العاقل وغير العاقل يشمل البشر والجن والملائكة والجمادات والبحار والقفار كل شيء له ما في السماوات وما في الأرض وهنا جمع السماوات وأفرد الأرض قال أهل العلمي وهكذا في القرآن كله الأرض تأتي مفردة الجنس بينما السماوات عادة تأتي مجموعة السماوات والأرض يطلق عليها الجنس الأرض فقط وذكر في قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم هذه الآية التي نصت على أن الأراضي سبع فقط هذه الآية التي نصت على الأراضي سبع ولا دائما تذكر الأرض مفردة وأما في الحديث فقد ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضيين فنص على أن الأراضي سبع لكن في القرآن كله تذكر الأرض كجنس له ما في السماوات وما في الأرض ثم قال سبحانه وتعالى من ذا الذي أي من هذا الذي وهذا السؤال تقرير أنه لا أحد من ذا الذي من هو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هل يوجد أحد يشفع عند الله بدون إذنه؟ لا يوجد لا يوجد وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة لا يمكن أن يتجرأ أحد أن يشفع عند الله حتى يأذن له ومعلوم أن الناس يأتون يوم القيامة كما في الصيحين إلى آدم فيقول له أما ترى ما نحن فيه إيش فعلنا عند ربك فيرسلهم إلى نوح فيذهبون إلى نوح فيرسلهم إلى إبراهيم فيذهبون إلى إبراهيم فيرسلهم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم عيسى يرسلهم إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين فيقول أنا لها أنا لها فيسجد تحت العرش فيحمد الله بمحامد يعلمها ثم يعلمه الله محمد لا يعلمها ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسلتعطأ واشفع تشفع هذا الإذن هذا هو الإذن والله تبارك وتعالى هنا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما يقبل سبحانه وتعالى أن يشفع أحد إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي إلا أن يأذن له سبحانه وتعالى قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم اختلف أهل العنف في معنى ما بين أيديهم وما خلفهم بعض أهلهم قال ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي يعني يعلم ماضينا ويعلم مستقبلنا لكمال علمي وبعضهم عكسها يعلم ما بين أيديهم الماضي وما خلفهم ما يأتيهم في المستقبل عكست يعني في هذا وبعضهم قال يعلم ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة وعلى كل حال تشمل هذا كله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا يحيطون من؟ الخلق كلهم لا يحيطون بشيء من علمه من علمه تحتمل معنى المعنى الأشهر والذي عليه جماهر المفسرين ولا يحيطون بشيء من علمه أي من معلوماته من الأشياء التي يعلمها وإنما يعلمنا الله فنتعلم سبحانه وتعالى المعلومات يعني وعلم آدم الأسماء كل هذه الأشياء التي يعلمها والقول الثاني ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم ذاته سبحانه وتعالى حقيقة صفاته سبحانه وتعالى يعني من هو الله في ذاته في أسمائه في صفاته سبحانه وتعالى لا يمكن أن نعلم شيئا من ذلك حتى يعلمنا سبحانه وتعالى والآية تصلح أن تكون للأمرين وإن كان أكثر من فالسنع على الأول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي ما شاء أن يعلمهم إياه ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وصحى عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي هو موضع القدمين بالنسبة للعرش وذهب بعض أهل العلم إلى أنه العلم والأشهر ما قال به ابن عباس وقد صحى عنه والصحابي إذا صحى عنه التفسير وكان من أمور الغيب فإنه يأخذ حكم الرفع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسع كرسيه السماوات والأرض وقد جاء في الحديد حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاه وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاه ولذا وسع كرسيه السماوات والأرض حتى نعرف عظمة عظمة الله تبارك وتعالى إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض بل السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه تصور حلقة يعني هذا الآن لو ألقيته في الفلاه في البر كم أخذ من مساحة البر ولا الشيء كذلك الحلقة في الفلاه كم تأخذ من الفلاه هذه حلقة أرميها طيب لو رميت في البر كم تأخذ من البر ولا الشيء نقول هكذا السماوات الأرض والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه والله فوق العرش حتى تعلموا عظمة الله تبارك وتعالى ولذا قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ربنا ولذلك من أسمائه العظيم الكبير سبحانه وتعالى وهو بكل شيء محيط لعظمته جل وعلا قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما لا يثقله ولا يعجزه ولا يتعبه حفظهما أي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ثم قال وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم العلي يقول أهل العلم علو قدر وعلو قهر وعلو مكان علو القدر وهو العلي العظيم قدره عظيم علو القهر وهو القاهر فوق عباده علو المكان أمنتم من في السماء أن يخسر بكم فوق سماواته سبحانه وتعالى ولذا إذا أردنا أن ندعو نرفع أيدينا إلى السماء والله تبارك وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب وننزل من السماء إني متوفيك ورافعك إلي وهكذا الآيات كثيرة كلها تدل على علو الله تبارك فهو علو قدر وعلو قهر وعلو مكان لله تبارك وتعالى وهو العلي هو أي الله العظيم العظيم في ماذا العظيم في ملكه العظيم في قدرته العظيم في رحمته العظيم في رزقه العظيم في صفاته كلها ولذا اسم العظيم من الأسماء الجامعة مثل الحميد والمجيد هذه تسمونها أسماء الكبير هذه أسماء جامعة تشمل جميع الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى بقي أن أذكر لكم رواية عن موسى عليه الصلاة والسلام المصفة الصحيحين أنه لما كان مع الخضر و ركب السفينة فجاء عصفور ونقر في الماء فشرب من الماء عب من الماء شيئاً فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا من البحر يشكث حننعلم أنت أعلم بني إسرائيل أعلم نبي على وجه الأرض الآن أنت وأنا الذي قال لك الله تبارك اذهب فتعلم منه أنا وأنت علمنا بالنسبة لعلم الله كما أخذ هذا العصفور من الماء كم نقص من الماء عندما يشرب منه العصفور فلذا لابد أن نعرف لله قدره سبحانه وتعالى فهذه الآية الكريمة تعرفنا بالله سبحانه وتعالى فيجب علم المسلم حقيقة إذا قرأ هذه الآية أو في أذكار الصباح أو في أذكار المساء أو في أدبار الصلوات أو عند النوم أو في غير ذلك من الأوقات يحاول أن يستذكر هذه المعاني لا يقرأها ويفكر في أشياء أخرى وإنما يقرأها يتفكر في ما دلت عليه من المعاني والله على وعلم وصلى الله وسلم وبركه يا بينا محمد أزاكم الله خير يقول ما هو الضابط في الاشتراط عند الإحرام ما هو الضابط في الاشتراط يعني اللي هو يقول فإن حبثني حابس عندما يلبي الإنسان بالحج أو العمرة يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا فإن حبثني حابس فمحلي حيث حبستني يقول ما هو الضابط ما في ضابط أبدا مفتوح يعني كل أحد يجوز له أن يقول هذا الذكر فإن حبثني حابس ومحلي حيث حبستني لكن يقول أهل العلم إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط مع أنه أحرم أربع مرات أحرم في الحديبية سنة ست من الهجرة ولم يقل إن حبسني حابس وأحرم في عمرة القضاء أو عمرة القضية في السنة السابعة ولم يقل فإن حبسني حابس وأحرم كذلك بعد فتح مكة لما أحرم من الجعرانة لما رجع من حنين كذلك ولم يقل عنه إنه قال إن حبسني حابس وأحرم للحج في السنة العاشرة ولم يقل عنه إنه قال فإن حبسني حابس ولعلم ذلك أحدا من أصحابه وإنما لما جاءته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وتريد أن تحرم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريقي قالت ماذا أقول؟ قال قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث عبس محلي يعني تحللي من إحرامي يعني أنا أتحلل فذهب بعض وأنا إلى أن هذا سنة وذهب آخرون أنه سنة في من كان حاله كحالها يعني يخشى أن لا يوصل هذا الضابط فهو الأمر مفتوح إن شاء الله تعالى يقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أعوذ بك بعظمتك أنه اغتال من تحتي يعني الإنسان ما يهلك من أسفل يعني الزلزال أو الخسف خسف هذا هو إن أغتال من تحتي لإنسان يموت بالزلزال أو خسف والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله هل يجوز البسملة عند إعطاء الدواء لغير المسلم يقول أنا ممرض وبمعنى قول بسم الله الشافي إيه ما في بس إن حتى الرقية تجوز لغير المسلم إنك ترقي غير المسلم ما في بس إن شاء الله تعالى إن يقول بسم الله أو صلى الله أن يشفيك أو هذا ما في بس إن شاء الله وإذا طاب قول هذا شفت الإسلام حلو كذا دعوه الإسلام انتشر بين المصلين أثناء الركوع والسجود التسبيح والدعاء بصوت عالي لا ما يصلح هذا أبدا لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بالتسبيح والذكر إلا الإمام أحيانا ليعلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته أحيانا ليتعلم الناس ماذا يقول فأحيان الإمام لو خاصتني بيرسل رسالة للناس إن أنا أقول هذا الذكر مثلا لا بأس لكن باقي المصليك واحد يرفع صوته لا تشويش هذا والنبي نهى أن يقرأ الرجوع على قراءة أخيانا رفع صوته بالقراءة قراءة القرآن فكذلك في التسبيح وغيره لا يجوز الإنسان يشوش على الذين بجانبه بل يسبح بصوت منخفض يسمع نفسه يحرك شفته بحيث أنه يسمع نفسه نعم الوارد في دعاء السوق حسنه بعض أهل العلم والذي تميل إليه النفس إنه ضعيف من قال إذا خل السوق لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا منك والحمد وحيميت وحيي الله وتميد الخير وعلى كل شيء قدير الأقرب إنه ضعيف لا يثبت لكن لو قال أهل إنسان إن شاء الله لا بس هناك من حسنه من أهل العلم فلو قلته إن شاء الله ما فيه بس إن شاء الله ما فيه بس لا لا الذلة كمثل قول الله واخفض لهم جناحة الذل المقصود التواضع الذلة على المؤمنين التواضع وليس هو الذل الذي يفهمه الناس اليوم أن الإنسان له الحقارة أو ما شابه ذلك لا المقصود التواضع للمؤمنين والعزة أظهار العزة على الكافرين هذا المقصود أما الذل الذي هو صفة قبيحة لا ليس هذا المقصود وإن المقصود التواضع أن يتواضع المسلمين يقول ما الضابط بين العزة والكبر يعني بعض الناس يفسر العزة بأنه متكبر وبعض يفسر التكبر بأنه عزة يقول ما هو الضابط شوف العلم عند الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عنه أحدهم لما سافر إلى اليمن حتى يعني يتعلم على يد عبد الرزاق أو الصنعاني جلس هناك سنوات تقريبا يقول كان أحمد يعني يترفع عن جوائز الملوك حتى نقول إنه الكبر وكان يحمل على ظهري حتى نقول إنه الذل فهذا الفيصل أن الإنسان يعني ما يتحمل الإهانة كما قيل من يهن يسهل الهوان عليه ما يتحمل الإهانة يعني يكون عزيزا في نسي لا يقبل أحد أن يهينه ولا يذله ولا كذا ولا كذا لكن في الوقت ذاته لا يتكبر الكبر في القلب الكبر في القلب والعزة هي إظهار شيء ظاهر فهذه من أعمال القلوب الكبر فالإنسان يعني لا يشوف نفسه أحسن من الناس لكن العزة أني ما أقبل أن أهان ما أقبل أن أدل خاصة بين الكفار يظهر عزة كمسلم لأنه لا يتصرف لذاته وإنه يتصرف للمسلم حتى يقال هذا هو الإسلام العزة التي في الإسلام إن صحت القصة وهي مشهورة لكن سنادها فيه كلام عبدالله بن حذاف السهمي ذكروا أنه لما أسر مع بعض أصحابه قال له من أسره من قادة الروم فقال له اذ ترك دين محمد وأعطيك نصف ملكي قال لا أتركه قال إذن أقتلك قال أقتلني ثم أتى بقدر وجعل فيه الزيت الحار ثم أتي بأحد أسر المسلمين وألقي في القدر أمام عينه حتى مات حتى يؤكد له أنه سيفعل به ذلك فقال إن لم تترك دينك سألقيك في هذا الزيت الحار قال افعل ما تشاء فأخذوه ليلقوه في الزيت فدمعت عينه فظنوا أنه خاف فقال دعوه بكيت قال بكيت أنه ليس لي إلى نفس واحدة تذهب الآن في سبيل الله تمنيت أن لي أكثر من نفس كلها تذهب في سبيل الله هذه العزة فقال له إذن قبل رأسي وأطلقك قال أفعل بشرط أن تطلق جميع أسر المسلمين قال أفعل قبل رأسي فجاء وقبل رأسه فأطلقه وأطلق أسار المسلمين فيذكرون أنه لما رجعوا إلى عمر في زمن عمر هذا الأمر فلما رجعوا إلى عمر بن الخطاب أعلم عمر بما وقع من عبد الله بن حذافة السهمي فقام عمر وقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال عزمت على كل من حضر أن يقوموا يقبل رأسه فهذا الذي فعله عبد الله بن حذافة عزه ولما قبل رأس الكافر لم يكن من باب الذل بل ذاك اللي كان ذليل اللي ما قدر حتى يعني يرده عن دينه بالذي فعل فهذه مساءل دقيقة جدا لكن أهم شيء لا يدخل كبر أو لا يخرج من القلب الكبر في القلب والعزة أمر ظاهر على البدن فهذا الفرق والعلم عند الله جل وعلا أنقضك يا زوجة يا الكبير نصيبها بس البان صبيان ما في شيء ما في دليل هذا هذا رد على الذين يقولون ما نزوج الصغيرة حتى تتزوج الكبيرة بعض الناس عندهم عقد كما يقال ما يمنع زواج من تقدم إليها بحجة أن الكبرى لم تتزوج هذه قصة الله أعلم بصحتها هي من مموريات بني إسرائيل يقولن يعقوب عليه الصلاة والسلام خرج من أبيه إسحاق وذهب إلى خاله لابان فجلس عنده فترة من الزمن وصار يعمل مع خاله في رعاية الغنم رعي الغنم ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج ابنة خاله واسمها راحيل فتقدم لها فوافق خاله فلما عقد دخل عليها ولا مو راحيل ولا مدخلوا عليها ختل كبيرة اسمها لي هو تقدم للصغرة الصغيرة فزوجوه الكبيرة فلما دخل فإذا هي لي وليست راحيل فذهب إلى خاله قال يا خال أنا إنما خطبت راحيل وليست لي قال عندنا ما تتزوج الصغيرة قبل الكبيرة تبي الكبيرة نعطيك الصغيرة معها مشكلة نزوجك الصغيرة لكن لازم تأخذ الكبيرة لا نزوج الصغيرة قبل الكبيرة فتزوج الثنتين يجوز يدعي في شرع من قبلنا هذا الأخوان يوسف ترى أمهاتهم الخوات وهذه راحيل أم يوسف وبن يامين ولي أم ليس بقية الإخوة لأن في إيماء أيضا منهن أولاد لكن الشاهد من هذا أنه زوجه الكبرى قبل الصغرة يمكن أن تريح على هذه فأحيانا بعض الآباء يمنعون زواج البنت الصغيرة بحجة خل تتزوج الكبيرة وهذا لا يجل أحيانا يكون كما ذكرت حين يكون يعني الله سبحانه جعل نصيب الكبيرة بعد الصغيرة فإذا لم تتزوج لم تتزوج الكبيرة فبالعكس اللي يجيها نصيبها تمشي وكذلك الأولاد الصغير يزوج قبل الكبير ماكو مشكلة أحيانا الكبير يصير حجر عثرة في طريق أخيه يتزوج تول الناس طيب أخوك بتزوج كيف بتزوجه ما يصير يزوج الصغير قبل الكبير ينطر ليس صحيح هذا الكلام هذا ليس صحيح فيجوز تزوج الصغيرة قبل الكبيرة والصغير قبل الكبير هذا جائز لا بأس به إن شاء الله يقول هل يجوز زيادة المضمرة في الوضوع عن ثلاث مرات لأنه يحس أحيانا ببعض بقايا الأكل إذا كان هناك سبب لإعادة المضمرة المرابعة لا بأس إذا في بقايا أكله كذا أما إذا كان من باب زيادة الخير ليس بخير الزوج يخل النقص كما أن النقص لا يجوز كذلك الزيادة لا تجوز أقل شيء واحدة وأكثر شيء ثلاث أقل من واحدة لا يجوز أقل أكثر من ثلاث لا يجوز هذا هو الأصل وهذا من الاعتداء في الوضوء أن يتوضى أربع مرات من الاعتداء في الوضوء أما إذا كانت هناك حاجة مثلا حسنا في بقايا طعام أو حسنا أنفه فيه شيء يحتاج أن يخرجه ما في باس إن شاء الله تعالى أما أن يتعود كل مرة يتمضمض أربع مرات أو كالفترة أو فترة يتمضمض أربع مرات هذا من البدعة هذا ليس من السنة أبدا هل هناك طريقة شرعية محددة لتولي منصب الحاكم في الإسلام أولا كلمة الحاكم ترى عند أهل الفقه حتى الواحد إذا قرأ كتابة في فقه ولا شيء الحاكم يقصدون فيه القاضي دائما أما الحاكم اللي حين نقصده اللي هو ولي الأمر يسمونه ولي الأمر أو يسمونه الإمام أو يسمونه الملك أو السلطان أو ما شاء الله لكن الحاكم إذا أطلقت في كتابة يقصدون فيه القاضي عادة يقول هل هناك طريقة شرعية الطريقة الشرعية هي أن يختاره الناس هذه الطريقة الشرعية الصحيحة وأمرهم شورى بينهم هذه الطريقة الشرعية الصحيحة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تركهم حتى اختاروا أبا بكر ولكن هناك طرق ثانية جائزة أيضا وهي النص أن ينص الحاكم على الذي بعدك بنص أبو بكر على عمر جائز أو أن تكون بطريقة التغلب كما تغلبت الدولة العباسية على الدولة الأموية وتغلب عبد الملك مروان على عبد الله بن الزبير بالتغلب لا يجوز لكن تغلبوا خلص فهنا يسمع له ويطاع ولما يصبح تغلب الروح أن تغلب عليه ما تنتهي من حرب إلى حرب فالقصد إذا وصل إلى الحكم بالشورى فهذا هو الصحيح هذا هو المشروع هذا المطلوب إذا لم يكن بهذا فيكن بالنص عليه أن ينص عليه الذي قبله سواء كان ابنا ابنا للوالي أو قريبا له أو غير قريب ما يفرق الطريقة الثالثة أن يأخذها بالقهر بالسيف يسمونه فكل هذه يعني يجب أن يسمع له ويطاع في هذه الحالة من هم أهل الحل والعقد في الكويت وما هي معايير اختيارهم وفق الشريعة ومن الذي يختارهم وما في أهل الحل وعقد بالكويت وأهل الحل وعقد قطر وأهل الحل وعقد السعودية وجزائر لا هم أهل الحل والعقد بشكل عام هم وجهاء البلد وجهاء أهل العقل العلم كما قال الله تبارك ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فأهل الحل والعقد هم عقلاء البلد وجهاء البلد الذين يرجع إليهم اللي يخافون على البلد اللي لهم رأيه مسموع الناس تقبل منهم هؤلاء يسمون أهل الحل والعقد أما هؤلاء الأصل أن يختارهم الحاكم الحاكم المسلم يختار أهل الحل والعقد ليكونوا بطانته وعمر بن الخطاب كان جلسائه حفاظ القرآن حفاظ القرآن هم الذين يجلسون مع عمر هذول أهل الحل اللي يسألهم يستشيرهم علي وعثمان ومعاد وأبي وامثال هؤلاء هؤلاء أهل الحل والعقد عند عمر رضي الله عنه وعند علي وعند عثمان وهكذا خلفاء المسلمين جلاسهم الذين يرجعون إليهم كما قال أبو الأسود يقول إن أحد أبو الهياج الأسد يقول إن أحدكم تعرض إليه المثلة فيفتي فيها ولو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر هلو أهل الحل والعقد فأهل الحل والعقد هم وجهاء البلد وهؤلاء الحاكم ينبغي له أن يختار هذه المجموعة ليسمع منهم ويستشيرهم ويأخذوا رأيهم نحن نقول قلبهم على البلد يخافون الله سبحانه وتعالى ليس فيهم الطمع ليس فيهم مصالح خاصة لهم ينصحون يعني فهؤلاء هم الذين يكونون أهل الحل والعقد هالرسم رأس شخص حقيقي دون الجسد مسموح لا حديث بن عباس أو أثر بن عباس رضي الله عنه يقول الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة ارسم اللي تبس لا تجي عند الرأس الرأس هو الصورة فلا يجوز رسم الرأس لأن هذا تشبيه بخلق الله الله تبارك وعندما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالمصورين يوم القيامة فيقال أحيوا ما خلقتم أحيوا ما خلقتم وهم عاجزون عن هذا فلا يجوز الرسم رسم أي شيء فيه روح لا يجوز سواء كان تماثيل أو كانت رسومات على الورق أو على الجدران رسم ذوات الأرواح محرم في اتفاق وإنما الخلاف بين أهل العلم في التصوير لأن قال التصوير هو خلق الله بس عكسنا الصورة مثل المرآة هذا الذي وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم أما الرسم فلم يختلفوا في تحريمه لأن هذا يتشبه يحاول أن يسوي مثل خلق الله يرسم مثل خلق الله سبحانه وتعالى هؤلاء هم اللي يعذبون والعياذ بالله وتختلف عن الصبر والفيديو وغير ذلك هل يجب الوضوء بعد العرق الشديد بعد الرياضة هو لا يجب الوضوء إلا إذا انتقض لا يجب الوضوء إلا إذا انتقض وأراد الإنسان يقوم بعبادة يلزم لها الوضوء يشترط لها الوضوء ونواقض الوضوء معروفة الصوت والريح والبراز والبول وغيرها المساعد أما العرق فهو ليس من نواقض الوضوء العرق لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا فإذا كان يصلي مع الجماعة وريحة العرق ظاهرة فإنه يؤذيهم بهذه الرائحة فلا يصلي معهم حتى لا يزعجهم لأن اللي بيصلي بجانبه بيتعب خاصة بعد الله صار مو مثلي أنا أنا ما شم ما عندي مشكلة عرق ما فرقت معاي لكن بعض الناس ما شاء الله عندهم الشم حساس جدا يتعبون في مثل هذه الحالة ما يقدر يصلي أصلا ينشغل عن صلاته بهذا الذي بجانبه فلا ينبغي له أن يؤذي المصلي بهذا لكن إذا صال لوحده فلا بأس لك مع هذا إنسان إذا قدم على الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحد المصلاة فإنما يناجي ربه يغسل يتطهر ويلبس ملابس نظيفة ويزيل العرق وما شابه ذلك منه لكن كصلاة صحيحة الصلاة صحيحة مع وجودي العرق والله أعلم أنا موظف حكومي ولدي زميل في العمل من فئة البدون وليس له صلاحية أن يعمل فترة إضافية وذلك أن الحكوم مانعة ومصرحة فقط في الكويتين هل يجوز أن أجعله يشتغل مكان يوقع باسمي ويعطيه المبلغ لا ما يجوز يعني هذه شروط وضعت يجب أن يلتزم بها لكن إذا أنت فعلا يعني ودك تساعده وكذا أنت أحضر وداوم وخلي فلوس وعط لي فلوس جزاك الله خير يعني أنت حريص أنك تساعده أنت داوم والمبلغ اللي تأخذه أعطيه إياه جزاك الله خير هكذا تكون المساورة ليس بالتزوير والكذب لا ما يجوز بهذه الطريقة وإنما تعمل أنت وتعطيه المال الذي كسبته من هذا والله أعلم هل يجوز تقبيل أقدام الوالدين نعم يجوز يجوز لكن ليس من السنة بحيث الإنسان يظن أن هذه السنة ليس السنة لكن جائز إن إنسان يقدم يقبل قدم أبيه أو قدم أمه جائز ما في باس إن شاء الله تعالى لكن لا يظن أن اللي يقبل أحسن من اللي ما يقبل يعني واحد يقبل راس والده الثاني يقول أوه أنا أحسن منك أنا أقبل رجلها لا مو صحي ليس الذي يقبل الرجل أفضل من الذي يقبل الرأس لكن يجوز يجوز يقبل يده يقبل رجله يقبل رأسه ما في باس إن شاء الله تعالى لكن ليس سنة يقول نصيحة لشارب الخمر يعني يكفي قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والعنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بس يعني يستشعر أن هذا الكلام موجه له بس الله جل وعلا يخاطبك لأن الله لم يقول يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أرعها سمعك فإما شيء أمرك الله به وإما شيء انهاك الله عنه هذا خطاب من الله لك سبحانه وتعالى يقول لك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قارن بين حالك وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنها رسالة العاقل يترك ثم جاءت المرحلة الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون فجاءت هذه المرحلة الثالثة لا تقرب الصلاة وأنت سكرا ثم جاءت المرحلة الرابعة الآية التي ذكرناها قبل قليل فقال فهل أنتم منتهون فقال الصحابة انتهينا انتهينا خلص دعما الله يقول لنا هل أنتم منتهون ما الجواب غير هذا الله سبحانه وتقول لك ألا تنتهي المفروض تقول أيش سمعنا وأطعنا قالوا انتهينا تأتي فألقيت الخمر حتى سالت في طرقات المدينة كل عنده خمر ألقاه بهذا أحبهم الله سبحانه وتعالى مجرد أن يتيهم الأمر من الله سمعنا وأطعنا هكذا يجب أن يكون المسلم فلذلك أنا أنصح من ابتلي بهذا الأمر أن يتذكر هذه الآية بس يقرأها مرة مرتين ويستشعر أن الخطاب موجه له والأمر الثاني وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة من الآن يعلن الحرمان من خمر الجنة من الآن يعلن الحرمان فالذي تاب خلاص انتهى أمره الذي يتوب يتوب الله عليه لكن اللي موت وما زال على هذه المعصية يحرم في الجنة يعني حتى لو فكر الإنسان يعني بعقله يعني بغض النظر حلال وحرام تذهب العقلة يعني حدثني أحدهم عن امرأة اتصلت به أو اتصلت به والله نسيت لأنا حدثة بعيدة جدا زوجها يجي سكران تقول لا صار صاحي يا حلوة في البيت خلوق يحب عياله يحبني ما يقصر عليه بس تقول من يسكر إنسان آخر 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 تماما ذاك اليوم جد بالها فكرة فماذا صنعت لما جاء سكران صورته فيديو هو سكران ثم في يوم من الأيام هو جالس معاه في البيت العيال مو موجودين قلت له في عندي فيلم ودي تشوفه جلس وتشغل فيلم وزوجها سكران انبهر يطالع ما كلم هذا يعني ظل فترة صامت هذا أنا ممصدق لأن في هذا الوقت العقل زال يقول هذا أنا قالت لاي والله ما أشربها أبدا وصارت سببا في توبتي فالسكران اللي يشوف نفسه حال سكره يلعب به الأطفال ويسعب ودايخ ويطق طوف شيء شيء مقزز جدا لو بس أفكر بعقله لا ترك بدون حلال وحرم حقيقة يعني فأسأل الله تبارك وتعالى جل في علاه أن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يرشده إلى الصواب وأن يسر أمره دنيا وآخره اللهم آمين يقول ما معنى حديث الدنيا سجن المؤمن وهل على الإنسان شيء إذا شعر أنه سعيد أو مستمتع الحمد لله أنك سعيد في ناس كثيرين مساعدين في الدنيا هذه هذه نعمة من الله سبحانه الإنسان يشعر بالسعادة هذا الأمر يذكرون أنه وقع للحافظة بن حجر الحافظة بن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى صاحب فتح الباري أفضل كتاب مش رح صحي البخاري حقيقي الحافظة بن حجر رحمه الله تعالى كان قاضيا وكان غنيا فمر يوما على فرسه ورايح مجلس القضاء ولبسه جميل وكذا فشاف يهودي فقير فاليهودي يقول حقي بن حجر بس يعرف يهودي قال أيها القاضي قال نعم قال أليس نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال نعم قال وين السجن وين الجنة أنا اللي بسجن ونتم اللي بجنة وين سجن المؤمن وين جنة الكافر أنا فقير حافي مقطع فقال الحافظة بن حجر أنا في هذه الدنيا على ما ترى علي أنا في سجن لما سألقاه عند الله تبارك وتعالى إن ميته على التوحيد وأنت الآن في سعادة لا تشعر بها لو علمت الذي ستلقاه يوم القيامة في عذاب جهنم أنت ابن عيم لا تعرفه هناك السجن الصجي اللي بتشوفه فهذا هو الحق فالمقصود بسجن المؤمن أن المؤمن يمتنع عن أشياء في ناس ما فرقت معهم ياكل أي شيء خنزير حلال حرام ما فرقت يشرب أي شيء لا يلتزم بصلاة لا يلتزم بصيام يعني ما عايش سبحله لبهيمة في هذه الدنيا لا صلاة لا صوم لا زكاة لا حد ما في أي التزام بينما أنت لا ملتزن لازم تصلي الظهر لازم تصلي العصر لازم تصلي المغرب لازم تصلي الإعشاء لازم تصلي الفجر لازم تحج لازم تدفع زكاة لازم تصوم لازم تتق الله في أرحمك لازم تتق الله في والديك لازم تحسن إلى جارك لازم تبتعد عن المحرمات في أشياء محرمة خطوط حمراء لازم لك أن تأتيها ما يجوز تغتاب ما يجوز تنم ما يجوز تتكبر ما يجوز تشوف نفسك على الناس ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز ويجب ما يجوز ويجب حلال حرام حلال حرام فإنسان يشعر أن هذا فيه ضوابط من خلاله هو مقيد فيه أشياء وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة حفت بالمكاره لكن الإنسان العاقل هو الذي يجعل هذه الأشياء يفعلها وهو سعيد يعني يفعل هذه الأشياء بسعادة أن يصلي متعة يصوم متعة يحب أن يتصدق يحب أن يزكي يحب أن يحج يكره الكبر يكره الخمر يكره الخنزير في ناس ما تأكل الخنزير ليش ما تأكله حرام اللي مشتهي لكن الثاني يقول ليش ما تأكل الخمر حرام أكرهه فرق عظيم بين الذي يكون هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يكون هواه على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن يغصب نفسه فالمسلم بالبداية يغصب نفسه بعدين صير سجية يحب الخير ويكره الشر يحب الحلال ويكره الحرام صار سجية بنسبته له هذه امرأة تقول تقدم لها رجل وسألوا عنه فقالوا انه ملتزم بالصلاة وعلى خلق وكذا فتقول لما تزوج طلع لا يحرص على الصلاة ولا اخلاق بخلاف ما سألنا عنه ففي نهاية سؤالها هي تقول بس قول حق الناس يتقون الله ويقولون الصج اللي يعرفونا من اي انسان يتقدم حقيقة بعض الناس يحسب ان المسألة لا انا والله ما عرف الا الخير هو يعرف يعرف هذه امانة شهادة هذه شهادة ستكتب عليك هذه الشهادة اذا سألوك عن شخص يبتزوج بنتهم قول اللي تعرفه ما يجوز تخش ما يجوز تقول ما عارف عنه شي وانت تعرف تعرف انه ما يصلي تعرف انه يشرب خمر تعرف انه يشرب زقائر تعرف انه عاقبي والدي تعرف انه حرامي بطير تعرف انه كذاب قول اللي تعرفه عن هذا الرجل عن هذا الرجل ما يجوز تكتم بحجة من بفضايح اخاف باتر يزعل علي اخاف باتر يقول لا تقول الصج هذه والذين هم بشهاداتهم قائم هذه شهادة يجب عليك ان تشهد بالحق ان تشهد بما تعلم ولا يجوز لك ان تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه لا يجوز بحجة ان عسى الله يوفقه بس ما ادري ما ادري بعضهم ما يشهد بالباطل لكن يقول ما ادري هو يدري ما يجوز حط نفسك مكانه لو انت امتقدمين حق بنتك ودريت بعدين انه سيئ واللي سألته يدري انه سيئ وما قال لك شنو نظرتك له ما تقول غشني ما تقول له تقاين لي ما تزعل عليه حط نفسك مكان لا يؤمن حديكم حتى يحب لي اخي ما يحب لي نفسه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبركاته نبينا محمد